السلام عليكم أرأيت هذه الكلمة وردت في القرآن الكريم في خمسة مواضع فأين وردت وما السياق الذي وردت فيه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه القرآن العظيم كلام الله المعجز فيه بيان كل شيء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو منهجنا في هذه الحياة فيه العبرة والموعظة والحكمة لنا وقد طلب الله منا التدبر والتفكر وطلب منا أن نرى إن كانت الرؤية قلبية أو بصرية فبالرؤية القلبية نتدبر ببصيرتنا وندرك ببصيرتنا وفي الرؤية البصرية ندرك بأعيننا ما يجري أمامنا وقد وردت في القرآن الكريم كلمة أرأيت في خمسة مواضع سنستعرضها تباعا الموضع الأول جاء في سورة الفرقان يقول الله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا والخطاب في الآية للرسول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من الله جل جلاله أن ينظر متعجبا إلى من أطاع هواه هذا هو الموضع الأول الذي جاءت فيه كلمة أرأيته أما المواضع الثلاثة التي تليها الثاني والثالث والرابع فقد جاءت في سورة العلق يقول الله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى والخطاب أيضا في الآيات من الله جل جلاله للرسول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والآيات تتحدث عن طغيان أبي جهل كما قال المفسرون الذي ينهى عن عبادة الله أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وكذلك أرأيت إن كذب وتولى والحديث عنه أيضا ألم يعلم بأن الله يرى في سورة العلق ثلاثة مواضع جاءت فيها كلمة أرأيت كما تحدثنا أما الموضع الخامس والأخير الذي جاءت فيه كلمة أرأيت فهو في سورة المعون يقول الله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين والحديث في الآية عن الذي يكذب بيوم الدين يوم البعث والجزاء والحساب والعقاب وهو أيضا الذي يقسو على اليتيم وهو أيضا الذي لا يتصدق على المساكين هذه هي المواضع الخمسة التي جاءت فيها كلمة أرأيت في سورة الفرقان وفي ثلاثة مواضع من سورة العلق وفي سورة المعون فلنتدبر ما جاء فيها ولنرى ما طلب الله من الرسول الحبيب رؤيته لنتدبر هذا القرآن ونعمل به عسى أن ننجو يوم العرض على الله نسأل الله الهداية والإخلاص والتقوى والاستقام دائما وأبدا دمتم برعاية الله وحفظه اقرأ وربك الأكرب الذي علم بالقلم